السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي طلاب الصف السادس ابتدائي في مادة المهارات الرقمية للفصل الدراسي الثالث درسنا لهذا اليوم هو تحرير الجداول في جزئه الثاني نراجع المهارات التي تم دراستها في الدرس السابق وهي إضافة الصفوف والأعمدة كانت هذه هي المهارة الأولى ذكرنا أننا ننقر في أي مكان في الجدول المراد إضافة العمود أو الصف حوله مثلا ننقر هنا بزر الأيمن ثم تظهر القائمة المنبثقة فمن الأمر إدراج سنختار أعمدة لليسار ويمكنك اختيار الخيارات الأخرى بحسب احتياجك لإضافة العمود أو الصف كانت هذه المهارة الأولى المهارة الثانية كانت لحذف الأعمدة أو الصفوف ذكرنا أيضا أننا ننقر بزر الأيمن على العمود المراد حذفه أو الصف تظهر القائمة المنبثقة نختار منها حذف خلايا تظهر لنا هذه النافذة نختار منها مثلا حذف عمود أو حذف صف ولكن نحتاج هنا إلى حذف عمود بأكمله ثم موافق وتلاحظ فعلا تم حذف العمود المهارة الثالثة هي ضبط حجم الجدول ننقر مثلا في هذا المكان لتعديل حجم العمود من التبويب تخطيط نختار الأمر احتواء تلقائي ثم نختار احتواء تلقائي للمحتويات حتى تعديل حتى يتم تعديل عرض العمود بحسب أطول كلمة في هذا العمود نأتي لهذه المهارة أو نراجع هذه المهارة وهي إجراء التحديدات ذكرنا أنه يمكنك أن تنقر في بداية الصف لتحديده أو بداية العمود من الأعلى لتحديده أو يمكنك بالنقر والسحب فتستطيع أن تحدد جزء محدد من الجدول ننقر ونسحب حتى نحدد أو من التبويب تخطيط نختار من الأمر تحديد لاحظ أننا نريد أن نحدد الصف الأول مثلا تحديد وتختار تحديد صف أو ننقر في هذا العمود لتحديده مثلا ومن الأمر تحديد نختار تحديد عمود سنتحدث في درسنا لهذا اليوم عن محاذاة النص والبحث عن الكلمات واستبدالها لاحظ الفرق بين الجدولين أدنى ثم وضح إجابتك تأمل هذين الجدولين هل هناك فرق بينهما أم هما متطابقان؟ أحسنتم يوجد هناك فرق في مكان الكلمات داخل الأعمدة مثلا في عمود يوم الأحد كلمة العلوم وكلمة الرياضيات في الجدول الأول على اليمين تلاحظ أنها في محاذاة إلى اليمين بينما في الجدول الثاني أصبحت الكلمات في منتصف العمود هناك أيضا اختلاف آخر في الكلمات نفسها أو أسماء المواد اقرأ مسميات المواد هل هي متطابقة؟ أحسنتم هناك أيضا كلمة مختلفة أو اسم مادة مختلفة والمهارات الرقمية تم استبدالها بكلمة المهارات التقنية إذن هذا هو محور درسنا لهذا اليوم كيف نعدل أماكن المحاذاة داخل الخلية وكذلك كيف يتم استبدال الكلمات محاذاة النص عند كتابتك لشيء ما داخل الجدول تتم محاذاة النص بصورة افتراضية إلى اليمين وذلك بنفس الطريقة التي تتم بها محاذاة الفقرة يمكنك تغيير اتجاه المحاذاة إلى اليسار أو إلى الوسط أو الأعلى أو الأسفل كما تشاهد في الصور الثلاثة التي أمامك في الصورة الأولى كلمة الثلثة محاذاتها وسط في الصورة الثانية كلمة الثلثة محاذاتها إلى اليسار بينما في الصورة الثالثة محاذاتها إلى اليمين وهذا ما سنتعلمه الآن في الخطوات حدد الصف المطلوب كما يشير إليه السهم رقم واحد من علامة التبويب تخطيط وفي مجموعة محاذاة حدد نوع المحاذاة المطلوبة ولتكون مثلا توصيد كما يشير إليه السهم رقم ثلاثة تابع الأسهم بنفس ترتيبها مرقمة ستتغير محاذاة النص في الصف إلى الوسط في هذا المثال تلاحظ فعلا كانت على اليمين وأصبحت الآن في الوسط لنأخذ التطبيق العملي ذكرنا أننا نحدد أولاً الصف المراد تعديل محاذاته ثم من التبويب تخطيط ومجموعة محاذاة يمكنك تعديل المحاذاة أمامك تقريباً تسعة أنواع لمحاذاة النص داخل الخلايا إما أعلى أو أسفل، يمين، يسار، وسط يمكنك تجربتها بحسب احتياجك حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي لمحاذاة المحتوى لأسفل داخل خلية الجدول عليك استخدام مفتاح إنتر أو الإدخال مفتاح إدخال إنتر هل استخدمنا مفتاح الإدخال إنتر لتعديل محاذاة المخلية لأسفل المخلية؟ نفكر قليلاً في الإجابة أحسنتم الإجابة غير صحيحة إنما استخدمنا من مجموعة المحاذاة في التبويب تخطيط لتعديل محاذاة النص داخل الخلية أمر محاذاة النص داخل خلية الجدول يوجد في التبويب تخطيط هل فعلاً كانت محاذاة النص موجودة في تبويب تخطيط؟ أحسنتم الإجابة صحيحة لتغيير اتجاه النص حدد، لاحظ لدينا الوقت تم كتابة الوقت من 9 إلى 10 ومن 10 إلى 11 بهذه الطريقة كما تشاهد في الصورة أمامك لتغيير أو لتعديل هذا الاتجاه حدد الخلايا التي تريد تغيير اتجاه النص فيها من علامة التبويب تخطيط وفي مجموعة محاذاة اضغط فوق اتجاه النص عدة مرات لتستعرض الاتجاهات المتاحة للنص إذن تلاحظ في يسار الشاشة يوجد كلمة اتجاه النص انقر عليها عدة مرات لتعديل اتجاه النص بعد تحديده تأكد من ضبط اتجاه النص على الجهة اليمين كما هو في الصورة حتى يسهل على القارئ قراءة الأرقام أو الكلمات التي عدلت اتجاهها لاحظ في الصورتين صورة الأولى والثانية يتضح فعلا تغير اتجاه النص ما الفائدة من تغيير اتجاه النص يمكنك تقليل تقليص المساحة التي يشغلها الجدول داخل الصفحة وجعله اكثر تناسقا بوضع عناوين الاعمدة بصورة عمودية رغم كونه خيارا غير شائع الاستخدام تعد العناوين العمودية خيارا جيدا لتوفير المساحة في المسرد اذا اتضح امامك ايضا في الصورة واحد واثنان فعلا فرق حجم او مساحة الجدول التي يشغلها في الصفحة فيعتبر خيارا جيدا ان تعدل خيار ان تعدل اتجاه النص لنأخذ التطبيق العملي حدد الاوقات مثلا في هذا الجدول تدربنا على طريقة التحديد في الدرس السابق ثم من التبويب تخطيط انقر على امر اتجاه النص طبعا تنقر عليه عدة مرات حتى تحصل على الاتجاه الذي يسهل على القارئ قراءة الكلمات او الارقام تقويم حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي يستحيل تغيير اتجاه النص في خلية معينة نفكر قليلا هل استطعنا تغيير اتجاه النص اما هذا كان مستحيلا احسنتم الاجابة خاطئة وانما يمكن تغيير اتجاه النص تغيير اتجاه النص يساعد على توفير مساحة في المستند احسنتم الاجابة الصحيحة كانت من فوائد تغيير اتجاه النص فعلا هو توفير المساحة داخل المستند الطريقة الوحيدة لتغيير اتجاه النص في الخلية هي الضغط فوق الزر اتجاه النص مرة واحدة هل كانت فعلا مرة واحدة لتغيير اتجاه النص احسنتم العبارة خاطئة ويمكنك الضغط عدة مرات حتى تحصل على الاتجاه الصحيح او المناسب نأتي الى هذه المهارة الثانية في درسنا لهذا اليوم وهي البحث عن الكلمات واستبدالها عند الانتهاء من كتابة مستند من الجيد القاء نظرة نهائية قد تلاحظ اخطاء او شيء لا تحبه وتريد تغييره على سبيل المثال قد تلاحظ كلمة لا تعجبك تظهر عدة مرات في جدول وتريد استبدالها باخرى يحتوي مايكروسوفت وورد على ادوات تتيح لك العثور على كلمة واستبدالها بكلمة اخرى مثلا المثال الذي اخذناه المهارات الرقمية كما رأينا في مقدمة درسنا استبدلناها مثلا بكلمة المهارات التقنية للبحث عن كلمة واستبدالها من علامة التبويب الشريط الرئيسي وفي مجموعة تحرير اضغط على استبدال اذا من تبويب الشريط الرئيسي اضغط على استبدال كما يشير اليه السهم رقم اثنان عند ظهور نافذة بحث واستبدال اضغط على تبويب استبدال كما يشير اليه السهم رقم ثلاثة وفي مربع النص البحث عن اكتب الكلمة التي تريد البحث عنها ولتكون مثلا المهارات الرقمية كما يشير اليه السهم رقم اربعة وفي مربع النص استبدال بي اكتب الكلمة الجديدة كما يشير اليه السهم رقم خمسة اذا نكتب الكلمة التي نريد تغييرها والكلمة الجديدة في الحقل الثاني ثم ننقر على استبدال هنا نضغط على استبدال كما يشير اليه السهم رقم ستة اضغط على المفتاحين كنترول و اتش لفتح نافذة البحث والاستبدال اذا هذه النافذة يمكنك اظهارها من خلال التبويب صفحة رئيسية او شريط الرئيسي فتجد الامر استبدال او يمكنك استخراجها و اظهارها بهذه الطريقة وهي الضغط على مفتاحي كنترول و اتش فتظهر لك نفس النافذة التي استخدمناها قبل قليل تأثر خاصية استبدال الكل على الكلمة التي تريد تغييرها في كافة المستند وتسمح باستبدالها جميعا في وقت واحد عليك التحقق مرتين قبل الضغط على هذا الخيار اذا يمكنك استخدام استبدال او استبدال الكل اذا اردت تغيير جميع الكلمات مرة واحدة ولكن يجب ان تكون متأكدا من هذه الخطوة يعرض زر بحث عن التالي الكلمة التالية الموجودة في مستندك اذا هذا الزر لا يستخدم للاستبدال وانما يبحث عن الكلمات لنطبق عملي البحث عن الكلمة واستبدالها مثلا كلمة المهارات الرقمية نريد استبدالها بالمهارات التقنية لانها تكررت عدة مرات ومن الاسهل استخدام الامر استبدال اذا من الشريط الرئيسي ننقر على الامر استبدال ثم في التبويب استبدال نقوم بكتابة المهارات الرقمية في الحقل الاول وهو البحث عن تأكد انك في التبويب استبدال ثم في الحقل استبدال ب اكتب الكلمة الجديدة وهي المهارات التقنية ثم انقر على استبدال فتلاحظ فعلا انه سيتم استبدال الكلمة رقمية بي التقنية استمر بالضغط او اضغط على استبدال الكل للتغيير مرة واحدة تلاحظ فعلا انه تم تغيير الكلمات تقويم حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي احدى طرق فتح نافذة بحث واستبدال هي الضغط على كنترول مع المفتاح اتش هل هذه العبارة صحيحة؟ احسنتم العبارة صحيحة في نافذة بحث واستبدال يظهر الخيار استبدال الكل ويحل محل الكلمة التي تريد تغييرها في كل مكان في المستند هل هذه العبارة صحيحة؟ استبدال الكل احسنتم العبارة ايضا صحيحة اذا تحدثنا في درسنا لهذا اليوم عن محاذاة النص والبحث عن الكلمات واستبدالها نشكر لكم اعزائي الطلاب حسن استماعكم ولنا لقاء باذن الله في درسنا القادم